وفي محافظة الوادي الجديد انطلقت بقرية الموشية بمدينة الدخلة أعمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستمر أعمالها لمدة يومين يتم خلال القافلة الكشف بالمجان على أبناء القرية وتضم القافلة أطباء استشاريين في تخصصات الأطفال والباطنة والعظام والنساء والرمض والجلدية وتنظيم الأسرة من جانبها أوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد أحمد محروس أن أعمال القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة مستمرة طوال العام حيث تم توقيع الكشف الطبي الشهر الماضي على خمسة ألاف وخمسمائة حالة على مستوى القرى المستفيدة عندنا بنفس شهريا في القرى التي تعتبر مترامية بنفس 16 يوم قوافل اللي هم بمعدل 8 قوافل شهريا نحن عندنا كل القوافل اللي بتبقى مجانية كل الخدامة اللي فيها بداية من الكشف الطبي الفحوصات المعملية الإشاعة توزيع الأدوية على السادة المواطنين اللي هم بترددوا على القوافل ولو في حد محتاج أي إجراء جراحي بيتم تحويله الأقرب مستشفى ليه